مريم لا زالت فعاليات المعرض مستمرة وقبل قليل افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم هذا المعرض بشكل رسمي وأيضا عقد على هامش المعرض مؤتمر تحدث فيه كثير من المختصين في مجال المعرفة في مجال الصناعة الاقتصاد المترابط حقيقة مع صناعة الهيلوكابتر بشكل عام مريم أبغي أصلت الضوء قليلا على هذا المعرض من جانب آخر بالدكتور طلال أبو غزالة وهو أحد المتحدثين في معرض الهيلوكابتر في دبي دكتور انطباعك عن هذا المعرض أولا بشكل مختصر أنا أعتقد أن قليل من يدرك أهمية النشاط العسكري في كل مجالاته سواء كان في الهيلوكابتر أو على الأرض أو على البحر بحياتنا ونحن ندين بالفضل إلى قواتنا المسلحة في كل مكان بأنها تحقق لنا الأمل والأمان فبالتالي كان مهم جدا أن يعقد هذا المعرض ليقدم أهم تقنيات في مجال العسكري في مجال العسكري أنا كلمتي ركزت فيها على أن هناك المعرفة وهي الثورة الصناعية الرابعة والثورة الأهم الثورات السابقة كانت تؤثر على تطوير الصراعات تطوير الصناعات تطوير التقنية إنما المعرفة ستؤثر على كل شيء ليس فقط في حياتنا بل كل شيء في الدنيا هي ثورة هامة جدا ستغير كل ما فينا وحولنا وتدبعات الحال ستؤثر على الجانب العسكري في أي بلد وفي العالم ومن هنا كان تركيزي على ضرورة أن نعطي الأهمية اللازمة لذكاء الاصطناعي لموضوع البيك داتا لموضوع الإنترنت الأشياء القادمة وأن نبدأ بتطوير معايير متفق عليها وموحدة بين دول العالم في موضوع أنا تكلمت كلمتين رئيسيتين الأولى كانت عن الأمن السربرالي في الأمن السربرالي يجب أن ندرك أن الأمن لم يعد فقط الحماية من الأحداث بل الحماية المستمرة بحيث أننا ليس المقصود عندما يحصل الحدث أن نستطيع أن نتعامل معه كيف نستطيع أن نتنبأ ونمنع حدوث الحدث ولذلك يجب أن ينشأ في كل الدوائر العسكرية نشاط لاستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي لهذا المجال شكرا دكتور على هذه المعلومات الحقيقة يعني مثل ما استمعنا للدكتور طلالة أبو غزالة أن المعرفة وتقنية المعلومات مهمة جدا لتطوير جميع المجالات بما فيها الولوكابتر الطيران بشكل عام جميع هذه المجالات مرتبطة بالمعرفة والذكاء الاصطناعي الذي تعتني به خاصة حكومة دبي والدولة الإمارات بشكل عام أنا سمحت لأولا أشيد وأثني بأن دولة الإمارات هي الدولة الأولى في المنطقة العربية كلها التي وضعت استراتيجية للذكاء الاصطناعي في كل المجالات أنا أحيي هذا القرار وأتمنى على كل دولنا أن تبني استراتيجيات حكومية وشعبية وقطع خاص وعسكري في مجال الذكاء الاصطناعي شكرا شكرا دكتور إذن هو الذكاء الاصطناعي بالفعل مريم أحد العوامل الهامة جدا لبناء المجتمع الحديث هذا ما لدينا اليوم في معرض الولوكابتر بدبي وكفى يعني شكرا لك زميل محمد الخطيب ويعطيك العافية على هذه المعلومات من معرض دبي للهولوكابتر ويعطيك العافية على المجتمع الحديث